يعتبر طائر البلشون الأبيض من الطيور الدخيلة على البيئة المصرية والتي تكاثرت بأعداد رهيبة هذا الطائر مفترس جدا وصياد ماهر وهو طائر قمام يتناول جميع أنواع أطعمه سواء كانت نباتية أو حيوانية مما أثر بصورة سلبية كبيرة جدا في البيئة المصرية انتشار هذا الطائر وتنوعه وانتشاره في جميع البيئات المصرية أدى إلى انقراض بعض أنواع الزواحف الصغيرة التي يتناولها بشراها مثل الأبراث والسحال مع ذلك لا ننكر أن له فضل كبير جدا في وقاية الحقول والمزارع من أنواع الحشرات المختلفة فوطائر نهم يتناول جميع أنواع الحشرات وبصورة سريعة وقويل وهكذا كانت الطبيعة دائما من قديم الأزل انتشار أنواع وانقراض أنواع وهذا هو قانون الطبيعة البقاء للأقوى والبقاء للأصلح